بسم الله اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد حبيبات السلام عليكم تمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب حبيبات الغاليات هذا الفيديو هذا غد يكون مخصص الأجوبة ديال التساؤلات ديالكم هنا واحد البنت صغيرة قالت خرج من الدراسة ما كملتش وده باكت دير باك ليبر الله ينجحك أولا ويسهل أمرك ينجحك كل شي طالبه إن شاء الله وليداتي وليدات المسلمين ويفرحني ويفرح كنف وليداتنا إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله كلكم تخدمون الخدمة زوينة وليداتي كاملين إن شاء الله يا رب العالم أه وكتقول دابا هي الوليد ديالها تكن يعطيها مئة درهم والواليدات تعطيها مئة درهم للشهر يعني مئتين درهم للشهر مع أن تقول هي ابنت وشابة حال شابة وكتبغي صف إلى حوالة على تشريم وهذا وهذا ما عرفتش فاش تخدم ما عرفت شنو تدير باش تدير واحد الدخل ديها نصحتها واحد الاخت في الكومنتر قت لها سيري تديري من هاد الشركات الكيبيعوا الماكياج دخليهم ورافيهم الربح وهذا انا ما عرفت صراح هادوك الشركات ما كان عرفش نقول ربح ديها لهم ما كان عرفشت بزاف دي اللي بنات كيقولوا ودخلوا ولكن ما عنديش معلومات نعطيها لك نهاية لها الشركة ديال ديال الماكياج وديال هاد المواد انا اللي نصحك بي هو تمشي انتي كتقرأي دابا هو لكن غير ليبر يعني عندك الوقت مشي لشي مكتابة نياك وطلبي اه تخدمي فيها في المكتابة المكتبات بزاف كيبغو الشبت بحلكة كادش ديك يجو ناس كيدروا يصوروا الاوراق فوتوكوبي ديال الورقة ديال الوثائق اه الشي واحد بغا شي حاجة اه تم في المكتبة قلب يعلي المكتبات وخاصة اه موجودات عنها بحل كل المدن فيهم المكتبات بزاف اه شوفي اه اه درائي الصغار هكا ديالهم اه في الدار عندك او عندهم اه دروس اه في ديال ابتدائي اه ساعديهم في الدروس ديالهم ديال واحد الدخل مثلا تلات اربعة ديال الوليدات اه خمسين درهم الشهر او مية درهم الشهر اه ما ما تغليش باش اه حتى نتيدوك الناس تساعديهم وتساعدي نفسك وشو معي عليك واحد واحد الكم من ديال الدراري وديال البنيتات وقريهم يكون لما كان امين على ذوك الوليدات اه يكونوا قرب منك باش ما يبقوا ماشين ودري واحد الوقت لما يكونش يعني ما يكونش وعر عليهم وحاولي اه يكون عندك تليفون متبقتش تدري الوليداتش تليفون ديال والديهم اه الي كانت لما مش هاجة تدري التليفون الولدهم والميساج اجد والداتكم باش تكون تخلي نفسك من مسئولية هاد الوليدات يعني ما تدري شي ما تدري شي حاجة وانتوا ما عارفين راه كل شي امانة راه كل شي في هاد الحياة امانة حافظي على ذوك الوليدات علميهم مزيان تسعديهم مزيان والله سبحان و تعالى غادي يعوضك وغادي تلقي تدي صوم عزوينا وغادي تدري لك انتي كتقريهم مزيان وتسعديهم مزيان وهذا هو المشروع الزوين هاد شي ديال الدار تقري الوليدات ديال الجيران في الدار من الاحسن تجمعهم عندك في الدار او شي محل او شي حاجة من لمشيتي عند واحد غا تتقري غير واحد وجوج قائلة عندهم وجوج وليدات ولكن انتي كتجمعهم في الدار عندك هاتجمعي ثمانية عشرة ستة اربعة الى دارو لك غير مية دران من الواحد ولا خمسين درها وشوفي اللي عنده الوليدات بزاف نقص عليه شوية وشدي واحد بستمية شدي واحد ديالها لحسب الامكانيات ديالهم وقولي هالي يقولون مراها لحسب الامكانيات ولكن انتي كوني يقريهم مزيان واحسن من المكتب احتها يا زوينة ولكن انا كنفضل لك ندري الدروس الدريدي اللي ابتدائي وخاصة الوالدين كينبزاف الوالدين ممثاليين وهذا هذا مشروع زوين الله يسر لك والله ان شاء الله يوفقك نجونا يا العالم لطيفة عالم لطيفة كتقولك كتشد خمسة وثلاثين الف ريال مدرسة اربعة وعشرين الف ريال رجعت لي كل شي بالريال اه الموت ضو اربعة الاف ريال والوي في اربعة الاف ريال كيف قالي ها الزيرو ديرها راها في الفيديوهات ديال اه باللاتية ديال توماس كورلي اللي كنت قدر لكم عليه اللي عاش مع الاغنية خمس سنوات هو عاش غير حياة مع الاغنية كي يسجل ويلاحظ ويسول ليل ونهار ويعاش خمس سنوات مع الفقارة يعني عشر سنوات في حياته دوزها باش يشوف الفرق الاخطاء اللي كيدروا الاغنية والزاستوس اه الافقار وكيفاش نجحو كيفاش وصلو وشنو اللي دارو كيدروا الفقارة وكيغلطو القاع على انه الاغنية كيطوروا من انفسهم دائما واخاهم اغنية كيبقى دائما كيطوروا من نفسه والفاقير اه هو واقف راكد واقف واحدة البلاسة ما كيفكر كيشد هذك شيء كيبقى يسلف وكيرون وكيسلف وكيرون وكيشد الاشياء اكبر من الراتب دياله وطوماس كيرلي فاش هدر قال الناس الاغنية اه دائما واخاهم اغنية السكن ديالهم مهما كان قصر فيلل اه قصور بيوت عمارات بنايات اللي كانوا ما كيكونوا شادين مثلا اخاهم ديالهم ملكهم شارينهم ولكن ما يمكنش يكونوا اه مثلا اه اكتر من 20% من ثروة ديالهم او 15% من ثروة ديالهم يعني السكن ديالهم كيكون اه 15% او اقل وكي اللي كيوصل احتل 20% اه اللي كان عنده في شحال من بلاد او في شحال من مدينة اه ديال على البحار ديال الصيف ديال هادا اه كيوصل ال 20% من دخل ماشي الثروة اه من الدخل دياله يعني واحد كيدخل ملايين والسكن على قد هو تقسيم دياله هو بحالاش غدي يجي واحد كيجي 5500 درم وكريب 3500 الفريل هتقول لي لي اللا راه رخيص وهذا هو اللي رقيت وهذا اللا راه ماشي رخيص راه غالي لانه الدخل ديالك واقف على 5500 درم ربما انتي واحدك اللي كتشتغلي اه هذا الراتب ديالك انتي الى كان ديالك انتي بوحدك غتقلب على سكن ارخص المدرسة 24 الفريل غالية بزاف راه البناس راه بزاف ديال دريك يقراو في المدارس خاصة وكتخلص عليهم الزباب ديال الفلس راه والوراك ينجح لكم ولادكم هكاك راه ماشي المدرسة الخاصة او المدرسة العمومية هالك تقري راه المراقبة ديالك انتي والمتابعتك لولادك يالك تقري لولاد وكتشوف وكت توصيوا الاساتي ده في العمومي لولادك اه غادي غادي يقراو احسن اه هنايا اه هاد هاد غير المصاريف الثابتة بديالك اكثر من النص من اكثر من النص من الدخل هاد شي ماشي صح اه غادي تقول يا راه الكراغالي كل واحد يشد على خلاص دياله كل واحد يشد على الراتب دياله وغاي يشد على البيت لان هادك شد الراتب دياله هكا ما يمكنش انتاد شي تبغي تكري في اللون تكشد خمسة او لو تكري دار لو تكري افارتما راه خاصك تخدم تشد اكثر في هاد الوقت اللي احنا فيها والمدن اللي كيشد خمسة او خمسمية دران تقدر تسكن في طنطان تقدر تسكن في السمارة في بوجدور في نواحي قلميم هكا ماشي في وسط داخل المدينة احنا في قلميم ولا عنا الكراغالي من اللي يدرو هاد الجامع عندنا لهذا الكراغ راه كيشد لكم كيمزاف عاطين كيخلصوا على ديور الناس الكراغ وكيبقوهما صحتهم كيتمشي وكل شي باش زعماء لا هنا يا هاد خمسة او خمسمية درهم احنا بغيناها غارتو تعيشك عيشاء كريمو تخلي لك واحد شوية في واحد الظرف ديال الاحتياط اما راه باش عندك دراري وباش توفري منها غد تقدري توفري منها واحد سبعمية درهم نقولوها للشهر هي لكن تي كارية بالرخص غد تقدري توفريها ولكن باش تكوني تعطي هاد الاتمنة الغالية هذي راه هاد شي صعيب انا حبيباتي غادي نجول الحنان ولادي كتقول خالتي خديجة قصة انتي دي المصروف ديالي دير خمسة درهم ولكن بالنسبة للصداقة شحال غادي نعطي جاوبتها امينة وبارك وبارك تصدقي اختي قتل لي تصدقتي غير ديما ديري في بالك انكي كتصدقي في سبيل الله فقط وهذا جواب جد 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 رائع قلت يا هي انا سمعت واحد الاخطرة بلا كيقول واحد في المياه او جوج في المياه وهكذا حبيباتي الصداقة هنا هي على حسب الدخل ديالك انتي اياش هكا الدخلي واحد المبلاك اللي غايعطي ميات درهم من الدخل كامل كاللي غايعطي خمسين درهم كاللي غايعطي خمسين درهم كاللي غايعطي عشرين درهم من الدخل كامل على الدخل كامل فاش كتش دي كيتهزيها من الدخل كامل فهمتي كتقول لي هادي مقبل ما تقسمي كتحيدي الصداقة كاللي كيهز ميتين درهم فهمتو عندك شي واحد في العائلة ديالك انت يا لاحق جمعي هادي كاللي كانت مثلا ديري غير عشرين درهم كتجمعي هزيتي غير عشرين درهم وماشي كل شي الشهراء غادي تقدري تصدقي نفس المبلغ كين مرات كتكون عندك اشياء انت عارفة ببالك را كين كيتسالكو هذا لهذا را بعض العلماء نقول لكم هنا في هذا الجواب هذا بعض العلماء اجازوا للشخص اللي عنده الدين ما يتصدق قالك ما مقبولش منه الصداقة لانه هو اصلا كيتساليه الدين امتوني واحد كي يسالك الرزق ديالو وانتي كتصدقي رابحيلك هادك هادك الشخص ما بخليته كي هو خاص ومحتاج وانتي كتصدقي بفلوسه همتوني لانك مالك تكون يتصدق وانتي كيتسالك رابح كتصدقي فلوسها كالشخص الهناي هادا صداقة هادي كتدري واحد المبلغ انتية لي مخرجك همشي مثلا نكونوا شدو خمس الاف درهم او نديرو جوج دراهم او نديرو عشرة دراهم تصدقي بنيات كما قالت لك امينا وبارك بنيات لوجه الله ما تقولوش عود تاني بغيت تصدق اه باش غدا اه بجيني واحد الهادية ويجيني شي حاشا او يتحلي اذك المشكل او لا هذا كتتسمى نذر انا بغيت متصدق وبغيت هاد الورقات تصاوب ليه لا هذا كتري لها نذر فرقه بين الصداقة والنذر هنا يا ملي كتدري مثلا عندك شي واحد في العيلان قلوه مثلا عندك شي واحد فعيلتك محتاج انتعار محتاج كتجمعي هذيك الصداقة شهر شهرين تلتشرت ليه فسرت ديها له ولكن من اللي تعطيه الصداقة ما تبقيش مثلا شي نهار هو قال فيك شي كلمة اه وصلتك منه شي حاجة اه داز ما سلم عليك ما هنك في العيد تقولي اه شوف وانا كنت كان عطيه وانا انت لا هنا يا غد تخسركوش هذيك الصداقة لهذا ملي تشوفي رأسك انت فيك هاد هاد نقطة هادي على انك كتبقى يتراق بحركتنا شكل دارلي شكل ما دارلي ولجاني ومجاني هربيه من العائلة ذاك شي اللي غد تعطيه وانا كتبقى اه وعرفته كيقول فيك الهضراء او شي حد بحاجة واحد جارك ما كيحملك ولكن هو فاقع سيري اعطيه هذيك الصداقة اه مصافي لانك هنا ديرتها لوجه الله ما كتعطيهاش لهذاك الشخص الصداقة راي كانت تعطيها لله سبحانه وتعالى هذا بالنسبة للصداقة واني بيكم راي نحبكم لله اشتركوا في القناة